أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الألنهيان وزير الخارجية الإمارة أن قطر دعمت وبشكل متواصل أفرادا وجماعات متطرفة تهدد أمن واستقرار المنطقة وأضف وزير الخارجية الإمارة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير خارجية جورجيا أن الدول الداعم لمكافحة الإرهاب سعت للتوصل إلى حل سياسي يضع حدا لتمويل الجماعات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار والتحريض الإعلامي على التطرف موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر بسبب دعمها المتواصل للأفراد والجماعات المتطرفة